ايه يا سلمة مالك فيه ايه ايه يا سلمة ايه فيه ايه من ساعة ما قادنا عمالة لص يمين وشمال وفوق وطاحت بحسان ان احنا مترقبين حاسم انا بصراحة متعودتش اخرج مع ولد غريب لوحدي وبعدين انا انا مش عارف لحد دلوقتي انا ازاي طوعت علي بصراحة وعلى فكرة دي اختر حاجة عجباني فيك على قد جراءتك دي كلها على قد ما انت بتكسف من خيالك طيب هوا احنا ممكن نخش في الموضوع على طول عشان انا مش عايز اخرى عن المحاضرة اتخرى عن المحاضرة؟ اه اه اتعالي المحاضرة دي المعيد بتاعها اللي قاعد قدامك ده مش كده؟ وبالزبط ما هي دي الفكرة انا عايز اروح المحاضرة بدري عشان لو انا و المعيد روحنا المحاضرة متأخر دخلنا مع بعض ممكن صحابي يفتكروا انو فيه حاجة طيب ما يفتكروا افندي سلمة من الاخر كده انا موجب بيك وبحب بيك ايه ايه بنتي بس ايه مالك ايه 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 بالراحل اوه اول تاني لأ ام ام ما ليه لا امتقولش دي انا سمعت يعاني بس ام ما ليه اللي انت يعاني دهول ماليش سور هو ال الااااااالي انتا قلته يعاني امام تحسو بسريع شوية يعني بسريع ايوة يعني ما حازم احنا مبقلنا الشهر نعرف بعض فحسن الحياة سريعة شوية سلمة الحاجات دي ملعة شوقت واللي شفته منك في الفترة اللي فاتت هو اللي خليني متمسك بيتي اكتر ايه بقى ثاني ايه بقى ايه اللي شفته يعني بص يا سلمة يعني اولا واحدة بنت ناس اغنية زيك ما شاء الله وساخنة في فيلا وعندها السواء البرائبت بتاعها وعلى الرغم من كل ده عادي جدا بتيجي الكلية وبتقعد على الرصيف مع زميلها ولبسها بسيط جدا ويعني بتركب الوتوبيس مع واحدة صاحبتها عادي جدا برضو عشان خاطر ما تحسساش بفرق سلمة انت جميلة قوي وبجد شخصتك دي ابهرتني حزيمة انا ايه يا سلمة مالي انا عايز اقولك على حاجة قولي يا حبتي يعني انت في حاجة مش فاهمها بس حاجة حاجة دي بزرق حزيمة انا يعني انا مش زي ما انت يعني في ايه يا سلمة مالي حزيمة انت مش فاهم حاجة بجد انا انا غازم عمشي تمشي سلمة استاني يا سلمة على الفكر حنا لست مكملناش كلامنا معلش بعدين بعدين هو ايه اللي بعدين وقل مرة كده ممكن ان تيكوه في اس وقت Skat